نبدأ من أول فيه نبدأ من أول فيه خليني أقول لحضرتك أنه كان فيه تحدي كبير جدا ومهم أنه كان فيه حرص على تصدير صورة استباقية للانتخابات المصرية حلو أنه هذه الانتخابات سيكون هناك عزوف كبير عن المشاركة فيها هذه الانتخابات ستكون مصرحية هزلية هذه الانتخابات لن يكون فيها منافسين أقوية ولكن سنيدة للرئيس وكان بيتم التخطيط لرسم ملامح هذه الصورة بدقة شديدة جدا وعلى مساحة واسعة يمكن هذا السيناريو اتعطل بأعداس غزة وفاهم أنه سيناريو مرسوم من منصات معروفة يعني تمولها وموقفها اللي حصل أنه لو فرضنا أنه هذه الصورة كانت صدرت فأنت وجهت ضربة ضخمة جدا لهذه الصورة أنه عندك انتخابات حقيقية بشكل كبير ونقدر نتكلم في ده ليه هي انتخابات حقيقية عندك مرشحين أربع مرشحين مرشحكي أنا مستقلا وثلاثة جايين من أحزاب معروف تاريخها حتى لو لم يكن لها تواجد وأثر كبير في الشارع لكن تاريخها معروف اللي موجودين كانوا معروفين في المجال السياسي مش في المجال العام لكن كان بسهول أن هم يعرفوا في المجال العام بعد كده وقالوا واعتردوا وتكلموا وكانت الناس مش متخيلة أنه الإعلام هيلعب هذا الدور بالإتاحة المطلقة لكل مرشح يقول ما يشاء وما يريد لدرجة أنه الانتقاد تجاوز فيه بعض الأحيان شخص الرئيس بمنصبه مش بشخصه يعني فيه أداءه وفيه ترتيب أولوياته اتقال هذا الكلام وسمع هذا الكلام ليه الانتخابات نجحت؟ كل العناصر اللي ناس بتتكلم فيها مهمة بتتكلم عن الهالة والانتخابات بتتكلم عن الإعلام بتتكلم عن مشاركة الأحزاب والتعددية كلها مهم لكن نجاح الانتخابات دي لازم نبص ليه فكرة كبيرة جدا لأنه احنا قدام حدث كبير دخلنا بأفكار كبيرة وهنخرج منه حتما بأفكار كبيرة الفكرة الكبيرة اللي دخلنا بها هذه الانتخابات إنه لو لم تكن الدولة المصرية في حالة اجتمال ما كانش انتخابات دي نجحت بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا قدام دولة عارفة مواطنيها بالفرد في عقود سابقة كانت الدولة المصرية تعرفش مواطنيها كان فيه مواطنين الأكثر احتياجا والفقراء كانت الدولة سايباهم للجماعات المتطرفة وعلى رأسهم جماعة الإخوان خالص فكانت سايبة هؤلاء لهذه الجماعات هذه الجماعات كانت بتشكلهم بتصيغ أفكارهم بتاخد أصواتهم مقابل زيت والسكر والحاجات ملت فراغ كويس إمتت ملت فراغ في 2013 بعد الإخوان ما مشيو ترفع التقارير للمجلس العسكري بإنه هناك كارثة يمكن أن تحدث خلال الشهور القادمة في ملايين الأسر كانت هذه الجماعة وجماعات أخرى تتولى الإنفاق عليها تتولى مساعدتها تتولى إعالتها فالإخوان مش موجودين فلمن يعني ستقول مسؤولية هذه الأسر وهنا دخلت الدولة المصرية مبكرا حتى قبل ما يتولى الرئيس عفتاح السيسي في 2014 أنها تبحث عن هؤلاء لما وصل من 2014 لحد 23 كانت في تجربة خلت الدولة المصرية عرفة موطنيها فكانت وقفة بقوة وراء التحالف الوطني للعمل أهلي فالتحالف الوطني للعمل أهلي هو سد هذه الفجوة اللي إحنا ما كناش عارفينها تعرف المثقفين كنا ناس تعود تتكلم عن المواطنين والفقراء لكن لا قاعد يعرف الفقراء